ثم واحد اسمه يوسف الرامي رجل غني طلب اذن من بيلاتوس انه ينزل جسد المسيح قبل دخول السبت يعني اذا المسيح مات الساعة 3 بعد الظهر انا بتكلم على توقيتنا معناته على توقيت فلسطين طبعا معناته الدفن بيكون بحدود الساعة 5 ونص 6 لانه بقول يلوح السبت يعني ها على وشك انه يدخل السبت فكان لازم يعملوا كل اشي خلال هاي الساعات الثلاثة شو بيعملوا خلال هاي الساعات الثلاثة بنزلوا الجسد باحترام وبوقار مش بينزل لانه النبوة لم تكسر عظمة من عظامي تمت النبوة النبوة الزكريا نطعن بالحربة وإلهي إلهي لماذا تركتني اقتصموا وألقوا قرعة على ملابثه وقال المسيح قد أكمل تتميم لنبوة في مزمور 22 ونبوات عديد أحباء بالحقيقة 34 نبوة تمت في هذا اليوم في صلب يسوع المسيح بنزلوا بوقار وباحترام بغسلوا الجسد وطبعا يوسف نيقوديموس كان معه حنوط وزنها حوالي 30 كيلو جرام ولفوه بالكتان الكتان الأبيض واضح من أرض فلسطين وبحطوا طبعا الحنوط اللي هي مر وعود وقرفة ونوع من العطور حتى تعطر الجسد وبلفوا الجسد بالكتان وطبعا كالعدات اليهودية بحطوا المنديل موضوع على الرأس بتشوف نفس القصة في إقامة ألي عازر في منديل ملفوف على رأسه وهيك كانت العدات اليهودية ثم أخذوه إلى قبر يوسف الرامي والقبر هو عبارة إما بكون في مغارة مثل مثلا ألي عازر في بيت عنيا أو في هذه الحالة أنه كانت في بستان بيملك يوسف الرامي وكان ناحة من الصخر الجديد هذا القبر بتكون عبارة عن غرفتين الغرف الأولى تشيمبر اللي بتكون بيحطوا الكفن والحنوط وعلى طول بس يحطوا بيحطوا على القبر يعني مسافة بسيطة جدا وبعدين عشان يتأكدوا واليهود طالبوا هذا الشيء دحرج حجر عظيم جدا وبعدين طالبوا حراسي حراسي معناته لازم الوالي يحط الختم الختم المشمع على الحجر الكبير ختم بيكون النسر الروماني وطبعا ختم الوالي الروماني وهذا لا يكسر وهذا ما حدث يوم الجمعة قبل دخول الفصح بالزبط دفنوا يسوع المسيح